يا رب دايماً فايزين ومنتصرين وفرحانين ويا ربنا يفرح لعبة النادي الأهلي اللي مفرحة ملايين الأهلوية في كل مكان في العالم مش بس جوه مصر جوه مصر وبرها معنا في الفقرة دي مهاجم من العصر الجميل لكرة في القدم سواء مع منتخب مصر أو مع جميع الفرق اللي اللاعب لها سواء جوه مصر أو حتى خارجها هنتكلم معاه وعن مشواره وعن مسرته كلعب محترف وكمان كمدرب وطبعاً لن يخلو كلام من حديث حول النادي الأهلي واللي بيعملوا لعبة النادي الأهلي في هذه النسخة من كسر عالم للأندية منورنا كابتن إسلام شكري مهاجم لرسل برجيكي وكمان منتخب مصر السابق يا صباح الفل عليك وأهلا بك معنا كابتن أنا زيك كريم وزيك نعوه منورنا كابتن إسلام وفي كلام كتير حابين طبعاً نتكلم فيه وحنتكلم عن كسر عالم للأندية وريال مدريد والأهلي ولازم نتكلم برضو عن الملف الشخصي بتاع كابتن إسلام يعني خلينا نعرف دلوقتي قبل ما نروح بقى للتفاصيل المختلفة ونقاط المختلفة كابتن إسلام حالياً مشوارك في التدريب في العموم لا أنا مش في التدريب قوي أنا في الإدارة بس بيبقى تحتيها الأستوف بيبقى فيه مدربين وإداريين اللي هو الستركتشر بيجي تحت قطاع الأكاديميات أنا مدير الأكاديميات بنادي الجزيرة الإماراتي مدير الأكاديميات الخاصة بنادي الجزيرة الإماراتي قبل كده كنت في الوحدة الإماراتي وهنا كنت مدير الأكاديميات وقطاع البراعم في ودي ديجلة ومدير قطاع الأكاديميات في اتحاد الكورة ويمكن أنا شوية كنت مركز في الحتة دي في الفترة اللي فاتت والحمد لله يعني عملت فيها شغل كويس أنت لفيت لف حلوة في العالم يعني فأكيد نتج عندها رؤية معينة تقدر من خلالها تقارن بين كرة القدم المصرية وكرة القدم مثلاً الأسيوية أو كرة القدم الأوروبية تمام شفت إيه نتيجة خبراتك المتراكمة طول السنين الدفاع تدي لأ هو لو هنتكلم على حتة اللعبة أو اللعيبة إحنا عندنا مواهب كتير جداً موجودة ودايماً بقول إن إحنا ينقص المنظومة هنا هو النظام بس يعني الفرق ما بيننا وما بين أي مكان تاني هو النظام إحنا شوية عندنا نظام نظام غاية عندنا في رأيك لأن شوية المفروض إنه السيستم يبقى لما يتحط يمشي على الكل إحنا ساعات ما بيبقاش فيه أمور بتسري على الكل فالسيستم أو اللي هي النظام بيبقى بيختل بالزبط فأعتقد إن إحنا لو تحط نظام وبالذات إنه دلوقتي بقى فيه رولز إن إنت تاخد رخصة نادي محترف أو إن إنت تبقى عندك بتحقق كل الريكويرمينتس بتاعت بتاعت إن إنت تبقى نادي محترف إحنا فيها متأخرين جداً فبيترتب عليها إن إنت عندك قصور كبير جداً في جميع القطعات بتاعت الكورة هتكلم مثلاً على قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات إحنا عندنا هنا الأمور مش واضحة بالنسبة لإنه إزاي نبدأ نعين مدربين نخليهم يحصلوا إزاي على طهد دورات تدريبية إزاي نعلمهم إن هم يتعاملوا مع الأولاد اللي هي البداية إن إنت تعمل عندك قاعدة تبني عليها فيه أندية طبعاً فيه عندهم شغل كويس بس في الآخر المفروض إن كل حاجة تبقى ماشية بالنظام اللي هو السائل يعني بس ده لا هو مش بس ده إحنا عندنا كلام كتير لإنك بتقول كلام مهم جداً على فكرة يعني فكرة هنا أصلاً كلام ده ممكن نقوله لما حنيجي نتكلم بقى عن تطوير الكورة المصرية اللي بتبدأ أساسها قاعدة الناشئين واختيار زي ما حالك قلت المدربين وتعليمهم والسيفي بتاعهم وكافية التعامل مع اللعيبة كل ده على فكرة أصص لازم إن إحنا نتكلم فيها لا خلينا بقى عشان ناخد وقتنا أكتر ومن قطعش كلام حضرتك نروح بس سريعاً جداً للمغرب وليف فيو مع زمالنا كريم أحمد وكواليس بعثة الأهلي قبل مونديال طبعاً كاس العالم للأندية كريم صباح الفل مونجور عليك طبعاً ومهم جداً إن إحنا نتابع لحظة بلحظة وننقل الصورة حية لكل السادة المتابعين يعني لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل إيه اللي حصل بعد مبارح الفوز الجميل إزاي كانت المشاعر المختلفة في الكواليس كمان سواء في الاستاد أو في القطيل بعد عودة طبعاً الفريق الأول بينهم وبين بعد في قط اللبس دلوقتي إحنا بنتكلم عدينا مرحلة طيب الاستعدادات بقى طبعاً كلنا عارفين نادي الأهلي بيستعد من بعد لحظة انتهاء أي مباراة أو صافرة يعني انتهاء المباراة فاللي جاي كمان تكلمنا عنه يا كريم تفضل صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزة نهواند وصباح الخير أيضاً على زميل العزيزة الكريم وكل التحية لضيفك الكريم كابتن إسلام شكري يعني أكيد بنبرك لكل العيبة النادي الأهلي مجلس الدارة جمهور النادي الأهلي روح كبيرة جداً الحقيقة وإصرار وهدف الحقيقة من القاهرة الوصول إن شاء الله نقطة بعيدة جداً في كاس العالم بالجدية الكبيرة وبالتركيز والترتيب الإداري الحقيقة بداية من كابتن محمود الخطيب اللي بصمته مهمة جداً وتواجده بيكون رائع جداً رسائله بيكون مهمة لعيبة النادي الأهلي يعني عايز أقولك الفرحة كانت كبيرة جداً الحقيقة والشكر الكبير اللي احنا لابد ان احنا نوجهه لأشقاءنا المغربة الحقيقة كان يمكن فيه لفتة طيبة جداً تعرف عن برح كان فيه مباراة الوداد عقم انتهاء مباراة الوداد مباشرة كل جمهور الوداد كل جمهور طبعاً المغرب تواجد في استاد ابن بطوطة لتشجيع النادي الأهلي بقيمته الكبيرة مباراة كانت صعبة جداً حقيقة كان فيه ناس بتقلل من فريق ساتل فريق مميز جداً عنده سكواد رائع قيمته التسوقية كبيرة جداً عشان كده المباراة كانت صعبة كانت فيها تحديات كبيرة جداً لكن الحمد لله يعني عندنا مدير فني على اعلى مستوى مستر كولر اللي يمكن بنوجه له الشكر لان انسان ريوهاته كتير جداً الراجل بكل صغيرة وكبيرة بيركز فيها فعشان كده ربنا بيكره بالمجموعة كلها كل واحد بيقوم بدوره جهاز الفني بالكامل عشان كده المجموعة كلها ما بتجتهد ربنا بيكافى لعيبة للنادي الأهلي فيمكن كانت فرحة مهمة جداً عقب العودة طبعاً لفند الإقامة ممكن كل العاملين هنا فندوا لقامة وقفوا ممكن حيوا لعيبة للنادي الأهلي وحيوا مجلس الإدارة على الأداء الكبير والروح الكبيرة جداً اللي نشايفينها والعلاقة الأكثر من رائعة بين أشقاءنا المغربة طبعاً وجمهور النادي الأهلي اللي بنأكد عليه حرصه اللي يكون متواجد هتافه وتشجيعه أجواء طيبة ورائعة جداً مش بعيد والله هنا هواندو مش بعيد زميلة كريم إن احنا نوصل لنقطة بعيدة جداً في كاس العالم عندنا مواجهة أولى رسمية أمام ريال مدريد تكتب في تاريخ سجل لعيبة للنادي الأهلي ومجلس إدارة للنادي الأهلي مواجهة صعبة ومهمة جداً في نقطة مهمة في مباراة ريال مدريد الاحترام طبعاً للمنافس لكن ما تخافش من المنافس ده أمر مهم جداً ويمكن ده الحقيقة اللي بيحاول يعمله ميستر كولر أنه يرفع الضغطات بشكل كبير جداً على لعيبة للنادي الأهلي استمتع قدي مباراة مهمة جداً توفيق ربنا سبحانه وتعالى أنت بتنتجره لكن هي جيمة هيكون صعب فريق من أحسن فرق وأهم فريق في العالم الحقيقة ريال مدريد لكن دي كرة قدم تسعين دقيقة بالجهد والإصرار الكبير اللي متواجد ما تعرفيش ممكن الخير يكون فيه لكن يا رب إن شاء الله يستمر الإصرار الكبير جداً في لعيبة للنادي الأهلي وتركزهم في معسكر فريق النادي الأهلي في كأس العالم اللي الأندية طبعاً في هذه اللحظات صباحاً متواجدين فندو الإقامة لكن عايز أقولك نهواند إحنا هتحرك في خلال 30 دقيقة إلى تدريب فريق النادي الأهلي لأن إحنا عندنا لسه رحلة شقة الحقيقة إلى الرباط يعني 3 ساعات صفر للبعثة بالكامل هتستغرق 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف فممكن مجود كبير فممكن مستر كولر بيحاول أنه النهاردة يكون يعني ريكافر بسيط للعيبة اللي ما شاركتش وكل اللعيبة الحقيقة اللي شاركت هكون متواجدة في فندو الإقامة تأدي أيضاً كمان يعني بقى التدليق والحاجات الريكافر الخاصة باللعيب النادي الأهلي لأن عدد الساعة يكون كبير من السفر لكن التحدي موجود والإنقار الزات موجود فيا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله كل الظروف والمناخ وكل الأجواء الطيبة والتحضيرات تصب في مصلحتنا ولكل حدث الحديث بقى في مباراة ريال مدريد إن شاء الله يا كريم وحروح برضو معاك تاني للنقطة فكرة هنا كواليس قط اللبس احنا شفنا الاحتفال بمحمد شريف طبعاً وعرضنا الفيديو ده صوت وسورة أكتر من مرة على قناة يعني النادي الأهلي لكن خلينا نعرف برضو الكواليس اللي دارت إزاي كان فيه حديث فكرة هنا برضو الاستعداد من قبل اللعيبة للمباراة ليه زي ما انت قلت طبعاً الفاصلة إن شاء الله يعني مع ريال مدريد إيه اللي دار؟ الاستعدادات إزاي سواء هنا منتكلم مش بس فنياً لأ كمان استعدادات على الجانب النفسي هو الجانب النفسي الحقيقة مهم جداً عشان كده نقولي أنا واند لابد إن الكل يكون رفع الدغطات الجهاز الفني يرفع الدغطات عن لعيب النادي الأهلي الخبرات الحقيقة المتواجدة يعني الشناوي ربيعة معلول متولي يعني مش عايز عن ساعة السلية يعني عحمدي فاتحي خبرات كبيرة جداً وعارفة أهمية هذه اللحظة استمتع بكرة القدم ويمكن كل العيب النادي الأهلي بتتحدث عن أعزاء الأمر الحقيقة يمكن محمد شريف كمان كان عيد ميلاده أمس والروح الكبيرة جداً قط اللبس وسر النجاح هي العلاقة الطيبة جداً من العيب النادي الأهلي النجاح ما بيطلعش غير من العلاقة الطيبة بيحافظوا عن نفسهم شكل كبير أسرارهم مع بعض كتلة واحدة تيم واحد قلب واحد عشان كده أما بنقول ثقاتنا كبيرة جداً في العيب النادي الأهلي وفي الجهاز الفني ما بنقول لاش من فراغ لأن احنا لمسين الحقيقة هنا في فندو اللقامة وفي التحركات كل شيء محسوب فيه تركيز كبير جداً الكل عنده ينكار لزيته ده أمر مهم جداً النجم هو النادي الأهلي والهدف هو إسعاد جمهور النادي الأهلي الترتيبات الفنية طبعاً مطروكة لمستر كولر لكن الضغطات النفسية والتحضرات النفسية مهمة جداً كل لعيب هيقابل ريال مدريد ده حلم كبير جداً أول مباراة رسمية دي حاجة كبيرة جداً أنت تقابل يعني نادي ريال مدريد من أهم أندية العالم فعشان كده زي ما بنقول لنا هوند احترم بس ما تخافش من المنافسة دي له كل الاحترام لكن الخوف مش مطلوب لأن لو احترامت المنافس ممكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى كفأ بمشية الله فيارب إن شاء الله بإذن الله كل ظروفتكم معنا في مواجهة مهمة جداً الأهلي وريال مدريد نقطة مهمة جداً ونأكد عليها وناخدها كمان حاجة يعني زي ما بتقل كده مبدأ في حياتنا فعلاً يعني احترم المنافس بتاعك لكن ما تخافش منه ما تحسس نفتك أن أنت أقل منه أبداً وبالمناسبة كمان أضيف هنا على حاجة كان كابتن محمود الخطيب قالها برضو يا كريم هو فكرة إنه لما عادوا ليه الفندق مرة تانية وطبعاً كانوا بيحتفلوا غيره وهو قبل ما يصعد لغرفته يعني وكان تحدث إنه جميل جداً إن إحنا نفرح وفرحه لكن إحنا لسه محققناش حاجة إحنا لسه محققناش أي ميدالية فلا نبالغ فيه يعني الفرح لكن أكيد نفرح لكن عندنا ما هو أصعب وقادم في الأيام اللي جاية فدي برضو أعتقد رسالة مهمة جداً كان بيوجيها كابتن محمود الخطيب سواء للعيبة أو حتى ليه جماهير النادي الأهلي على كل حال تقطيتنا مستمرة معاك لحظة بلحظة كالعادة زي مننا العزيز جداً كريم أحمد شكراً لك نرجع بقى لكابتن الإسلام وبالمناسبة الشيء بالشيء يسكر قبل ما نكمل كلامنا في النقطة اللي كنا بنكلم حضرتك فيها من شوية رؤيتك لمشوار النادي الأهلي حتى هذه اللحظة سواء في اللقاء الأول أو اللقاء الثاني الماتشين اللي فاته شايف الوضع عموماً عامل إزاي وإلى أي درجة أنت منطمن في الماتش اللي جاي البداية جيدة طبعاً ما في ماتش أوكلند المباراة كانت يعني متوسطة نسبياً بالنسبة للمستوى إنبارح كان مباراة كبيرة قدام فريق كبير سيعة النادي أساساً عريق يعني عنده تاريخ من زمان في أمريكا لكن هو كان وقف مدة معينة وكان رجع تاني اتفاعل في 2007 وهو من عندها اللي هي عندها قيمة تسوية عالية جداً عندهم سبونسرز كبار عندهم لعيبة كبيرة كانوا بيستقطبوهم اللي هم بيبقوا شوية كانوا بيبقوا مخلصين مشوارهم عنديتهم في أوروبا زي الليونين بيرج مثلاً اللاعب السويدي اللي كان بيرعب في أرسنل يعني هم نادي عنده شكل وعنده هوية أعتقد أن مباراة مباراة كان يمكن الشوط الأول كان سيعة المتسايد المباراة أكتر من النادي الأهلي وكان ويمكن اللي حصل ده كان يمكن من تغيير مارسل كولور لللاين أفشا وشريف عبدالقادر أه طبعاً لا في الحتة الأولانية اللي هي بتاعت الستريكرز اللي هي بتاعت المهاجمين كان يمكن فاجئنا كلنا أنه هو مغير اللاين كله فأعتقد أنه مع تبديلاته في الشوط التاني زي ما أنا هوند قالت أنه هو قد أفضلية للنادي الأهلي في الشوط التاني وكللت بالنجاح بالهدف أفشا توقعاتك للماتش اللي جاي بقوا ده مش أي مباراة دي مباراة مباراة تاريخية مباراة يعني مباراة تاريخية تسويقية إعلامية كل حاجة كل حاجة فيها كل حاجة تفيد النادي الأهلي ريال مادريد جاي طبعاً هو طمعاً في البطولة زي العادة يعني عنده غيابات لو إحنا تعاملنا معها لو كولر يتعامل مع المباراة بشكل كويس وقدر يلعب على النقاط اللي هي يمكن عندهم نقص في بعض اللعيبة زي غياب مثلاً ناتشو سوري يا آسف كرفخال وماندي في حتة المدافعين ناحية اليمين والشمال وبيلعب باتنين ما بيلعبوش في مكانهم زي ناتشو وكما فينجا هيلعبو في المكان ده لو انت اشتغلت على الحتة دي في ان انت تقدر تضرب ريال مادريد من الحتة دي وانت عندك سبقة قبل كده ان انت اشتغلت مع ريال مادريد وكسبت وقاقف ومباراة ودية بس حصلت يعني طبعاً ده اللي احنا عايزين نقوله يعني في الآخر في الآخر انت لو قدرت ان انت تنظم نفسك بتلعب ضد نادي كبير اه ولعيبة واسماك كبيرة بس بالنظام بالتاكتك اللي ممكن كولر يشتغل عليه انه هو مثلاً ممكن يأمن دفاعاته بشكل كويس يلعب بطريقة شوية فيها تأفيل على العمق لانه هم ساعات بيشتغلوا من العمق عشان لعبتوا في نص الملعب زي كروس ومودريتش وسيبايوس اللي هيلعب برضو في المباراة دي بيشتغلوا شوية من العمق لو انت قفلت على فينيسيوس وفالفيردي كل الحاجات دي لازم تبقى انت محضر لها تقولوا اللي أقول جوايا يا ستر يا رب معنا لسه أنا ولا بتكرم عمي لا أقول للا أسماء فهو فعلاً حاجة وغير كده طبعاً صاحب الكورة الذهبية بقى كريم بنزمة يعني توضع كبير بيلعب كبير بوقت ودا طبيعي بردو طبعاً النادي الأهلي دايماً مشرف مصر وفعلاً بيدينا إمج جيدة قدام العالم العربي والعالم كله وإن شاء الله يعني المطلوب أنهم يقدموا شكل كويس عشان إحنا بنتمنى أن ندي الأهل حقها مدالية أعلى من مدالية البرونزية إن شاء الله طيب كان فيه كلام عن احتمالية غياب بنزيمة لا بنزيمة موجود والنهاردة عندهم مباراة والنهاردة عندهم مباراة اللي فاتت كان فيه غيابات مندي وكرفخال زي ما قلت حتك وهم لسه برضو غيبين أعتقد أنه هو يلعب بالتشكيل اللي هو لعب بين المباراة اللي فاتت ضد فالنسيا والنهاردة عنده مايوركا فأعتقد أنه إن شاء الله يعني فرصة الكولر أنه يتفرج على المباراة ويشوف آخر مباراة لهم قبل ما يقبلوهم في الدورة في كاس عاملان دي اللي بيميز كولر لو تتفي معي كابتن إسلام إن الراجل ده بيذاكر الخصب بشكل محترف يعني حتى إحنا كنا نتكلمنا عن نقطة دي هو كان مسافر وكان بيقول أنا كنت مجهز أو معي هارد ديسك إلى حد ناو سيدي يعني عليها كل الشغل بتاع ريال مدريد وآخر كذا ماتش لعبه ونقاط القوى والضعف واللي هو طبيعي أي مدير فني بيعمله بس فكرة أنه أنا بذاكر الخصم بهذا الشكل من الزوايا المختلفة وكمان بلقينها ليه اللعيبة برضو ده مختلف وده ياخدني للسؤال أنا عايزة أسأولك من قبل خبرتك كمدرب برضو واحترفت في الخارج وكأداري إيه اللي بيختلف ما بين المدرب المصري والمدرب الأجنابي وليه لحد دلوقتي رغم أن ده موجود أصبح فيه منتخبات عربية كتيرة جدا فكرة المدرب المحلي أو الوطني ليه ده مش متحقق عندنا بالشكل اللي نقدر نقول يعني كبير إلى حد ما إيه اللي بينقصنا شوية عندنا الدعم بيجي للرجل الأجنبي أكتر من الرجل دعم مادي أم معناوي لا المعناوي والجماهيري يعني فشوية لما اللعيبة أو الجمهور ممكن يدي فرص أكبر ومساحة أكبر للمدرب الأجنابي أنه هو ياخد وقته وأنه ياخد ثقة أكتر بتبقى من المدرب الوطني ودي حاجة يمكن دي طبيعة يعني عندنا معين إحنا عندنا يعني عندنا في مدربين كبار جدا وطنيين كانوا عملوا شغل كويس صح لكن في الآخر أعتقد أنه هنا في مصر المدرب الأجنبي بالنسبة للأندية كبيرة أو الأندية الجماعية زي النادي الأهلي بيبقى شوية يعني الفاكتر بتاعه أعلى كفكر مختلف احتراف في مدرسة أو مدرسة كل القدر أنا دايما بشوف أنه الفكر والفنيات بتيجي بعد أن أنت تبقى عندك شخصية المدير الفني في مصر الأجنبي اللي عنده شخصية هو اللي هينجح مش المدير الفني اللي عنده إمكانيات فنية لأن إحنا عندنا فنية اللعيبة عندنا لعيبة مميزة تقدر تنفذ أي طريقة لعبة أو أي خطة لأي مدرب لكن لو عندك شخصية وكولر عنده من المقاومات دي اللي هي حتة شوية من من والجوزية الكلام اللي بتقال دا يعني على صعيد الفرق سواء كان فرق كبيرة أو صغيرة طب على صعيد المنتخبات زي هم هو الحال مثلا في منتخباتنا الوطنية سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمتي فكرة وجود مدربين أجانب إلى أي ضرور على العكس أنا بشوف على العكس في المنتخب المنتخب المصري هويته بتمشي مع المدرب الوطن لأنه إحنا أغلب لعيبتنا من الدور المصري ومش من اللعيبة المحترفين حتى إحنا عندنا لعيبة محترفين بيبقوش بنفس الكترة بتاعت أي منتخب زي مثلا المنتخبات اللي هي الأفريقية بس المغرب خلي بالك أنت المغرب دلوقتي والجزائر ولجأوا للمدرب الوطني وليد ريجراجي وجمال بالماضي في جزائر فانتش دي يمكن مع المنطقة العربية أغلب اللعيبة المحترفين لكن أنت بتتكلم أن أنت المدرب الأجنبي شوية مع المنتخب المصري أعتقد أن المدرب الوطني أفضل حالة المغرب المدرب الوطني عمل طفرة معهم طبعا ده إنجاز مش إنجاز ده إعجاز يعني أن هم يوصلوا للمربع في كاس العالم دي حاجة مش حاجة هينة أو حاجة سهلة لا حاجة 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 يفخروا بيها ولازم يبقى إحنا كمان عندنا هدف إن إحنا ممكن نعمل كده لأن إحنا دايما تارجد بتاعنا هو إن إحنا نأخذ بطولة أفريقيا وإن إحنا نوصل لكاس العالم لا إحنا لو عملنا تارجد إن إحنا عايزين نعمل حاجة في كاس العالم إحنا هنقدر نأخذ بطولة أفريقيا ونقدر نعمل حاجة في كاس العالم إن شاء الله ما هو ده بيجي بقى منظومة كاملة يعني منظومة كورت القدم سواء هنتكلم هنا تحديدا في المغرب أو بعض الدول اللي حصل طفرة عندها فعلا في هذا المجال فعلا اشتغلت على تطوير المنظومة عندها لو حنيجي نقارن بمصر والحق يقال برضو الاتحاد والجهات المعنية حولت نهاية الفترة الأخيرة تعود الخسائر اللي حصلت في فكرة تغيير يعني المدرب أو مدير الفني للمنتخب مصر أكثر من مرة والمشاهد اللي كانت غريبة جدا بعض المشاكل الموجودة في التحكيم وغيره فبدت نهاية تمشي بخطة وتعمل عقد يعني لحد ما طويل المدى وتجيب لك حد محكم من الخارج ويتور لك هذه المنظومة اشتغلت واهتمت بقعدة الناشئين وغيره طيب احنا بنحاول ولكن زي ما كنا بنتكلم كابتن إسلام معك في الأول برضو المحاولة كويسة بس التطبيق السليم هو ده أو هي دي القصة كلها هل احنا بنطبق بشكل السليم ولا لا بمنتهى الصراحة لا احنا عندنا مشكلة في التطبيق طبعا لأنه احنا بنجيب بنجيب الأجانب ويبقوا معنا لكن ما بندهمش المساحة انهم ما يشتغلوا زي كلاتنبرج مثلا مدام احنا اخدناها وانحنا وفقنا على تواجده وعارفين انه هو راجل مشغول او انه هو مش موجود خلاص انت قبلت بالطريقة دي وفاته بقى الأدوات اللي هو عادي بالضبط لكن انت ما تجيش في نص المشوار وتبدأ تقول له لأ انت لازم تبقى متواجد بشكل رسمي وده زي بالضبط اللي احنا بنعمله برضو مع المدير الفني الأجنبي احنا لازم لما نيجي نتعاقد مع مدير الفني الأجنبي يبقى بنجيبه على حسب الهوية بتاعتنا في اللعب في طريقة في أسلوبنا احنا بنوصل ان احنا دلوقتي بنجيب المدرب الأجنبي عشان هو اللي حط هويته علينا ودي حاجة مش صح احنا وفوض ان احنا عندنا طريقة لعب مميزين بيها ودي ممكن حصلت مع كارلوس كيروش انه هو لما جيه كان بيلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة مثلا وانت عندك اغلب لعبتك حتى اللعيب المحترفين بيلعبوا بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد فبقيت عندك مشكلة كبيرة جدا في ان انت لغيت اللعيب اللي بيلعب رقم عشر وانت اكتر لعيب عندك مميزة كانت في المركز ده او في التلاتة اللي تحت السترايكر اللي هما زي تريزي جي زي محمد صلاح زي عبدالله السعيد اي اسم موجود من الناس اللي هما بيبقوا موجودين في اللاين اللي تحت السترايكر عندك افشا عندك حسين الشحات طهر محمد طهر كل الولاد دول كانوا يعني كانوا عندهم القابلين انهم يلعبوا في المركز ده انت لما تلعب بالطريقة دي بتلغي تواجد اللعيبة اللي هما اقوى مراكز عندك في الدوري المصري او في المحترفين المصريين ليه في مشاكل شبه ثابتة عندنا في المنظومة الكروية بقالها سنين وبنقعد نتكلم ونقول حاجات كتير ونبدي اعتراض وبتاعه وفيش حاجات تتحلق عشان احنا بقول لحضرتك ان احنا ما حطناش السيستم اللي بنمشي عليه كلنا احنا كل واحد بييجي بيجي يبدأ من الاول ويقول ان اللي قبلية كان وحش فانا هبدأ الصح مع ان احنا لو مشينا ان احنا بنكمل شغل بعض ويبقى فيه قصص عند النقط اللي قبلنا وقف عندها بالزبط نكمل ونبدأ نشتغل عليه ده اللي ممكن يخلينا نتقدم واحنا مش بعاد لان احنا عندنا الامكانيات والمقومات اللي تخلينا ان احنا نبقى موجودين دايما في الصف الاول وتهيئة البيئة السليمة برضو يعني ما هيج نتكلم عن البيئة الرياضية لا يعني فيه مشاكل كتيرة يعني حدث ولا حرج معلش انا صريحة عندنا مشاكل كتيرة جدا فلما يجي اتكلم عن هذه البيئة اللي انا بستقطب فيها محترفين او اجانب عشان يدوني الخبرات بتاعتهم او حتى محليين وما يلاقيش البيئة المناسبة انه يشتغل ما هو برضو مش هيشتغل الراجل دلوقتي كلاتنبرج ده ده ازمة كبيرة حصلة احنا شايفين طبعا اللي بيقولوا في الصحف العالمية احنا لا يليق لا يليق ابدا احنا عندنا مشكلة في ان احنا ما عندناش لمت في المبنينا اختلف يعني ممكن نوصل ان احنا بنتطاول وان احنا نتكب نفسنا الغلط يعني طبعا لكن حتى احنا على سوشيال ميديا اللي هي دلوقتي يبقى كل الناس عندها المساحة ان هي تتكلم ولا تكتب احنا ما عندناش لمت في ان احنا ننتقد ولا يبقى بنقول حاجة حاجة تفيد تفيد الشخص او تفيد المنظومة على قد ما احنا ممكن نجرح فبعض حتى غير الليمت اللي ساعات بيبقى مفقود حتى المنطق بيبقى مفقود في كتير جدا من الاحوال طبعا طبعا لماذا لمدة المصلحة مين ان الوضع يبقى على ما هو عليك خلي بالك لانه برضو مفيش سيستم للحاجة دي او مفيش نظام ازاي نكتب حاجة على فيسبوك او على تويتر احنا بره اي بلاش نقول بره خلينا في المنطقة العربية لو واحد بس كتب لفظ لفظ يعني خارج ولا تطاول على حد ولا صور حد بطريقة هو مش من حقه يبقى في محاسبة محاسبة وعقب رادع يعني ففي الآخر احنا مش عايزين نعاقب ولا احنا عايزين نوصل ان احنا وإحنا بننتقد ننتقد نقض بناء نتكلم في الحاجات اللي هي تفيد ما نتطرقش للأمور الشخصية اللي هي مش بتاعتنا انت مالكش دعوة انا بعمل ايه او انا حياتي الشخصية انت مالكش دعوة بيها يعني احنا بنتكلم في الحياة الرياضية ونشتغل على الحياة الرياضية هو ده اللي احنا نتكلم فيه طيب لو حتكلم معاك في النقطة اللي ذكرتها فكرة قاعدة الناشئين والأكاديميات وغيره لازم يكون أساس زي ما حضرتك ذكرت فكرة هنا اختيار المدرب اللي هو عنده القدرة أصلا يطور سواء هنا الفنيات بتاعة الطفل الصغير او حتى على الصعيد النفسي ان هو يعد بطل رياضي يعد نجم بعد كده ان هو ينضم سواء لنادي كبير او لمنتخب هل ده بنسبة كام ممكن ان هو يكون بيتم عندنا ولو بيتم بنسبة قليلة طب الحلول ايه برضو كابتن اسلام لا بيتم بشكل عشوائي عشوائي اه يعني مش منظم يعني احنا بتلاقي في قطعات ناشئين مثلا بتهتم ازاي تطور مدربينها ازاي تخلي مدربينها مؤهلين ان هم يتعاملوا مع الطفل الصغير يجيبوا كوادر تبقى نجحة يدروا يطوروها وهم شغالين ازاي بتطورهم ان انت تدي لهم الفرصة ان هم يحصلوا على الدورات والرخص خلي بالك انا بقولش ان الرخص هي اللي بتخلي المدرب كويس لكن الرخصة دي اللي بتديك الاحقية او تديك ان انت تقدر تشتغل زي كده رخصة السواء يعني فانت لو مش معاك رخصة ما تقدرش تسواء العربية نفس الكلام اللي هي مزولة المهنة لكن ان انت لازم تحصل على الرخص التدريبية دي بتديك افضلية في ان انت تبدأ تطلع من من سن ان انت بتدرب فرق البراعم لفرق الناشئين لفرق الفريق الساكن تيم لانه المفروض ان كل مدرب يحصل على الرخص دي عشان يبقى مؤهل انه يمسك حاجة من الفرق دي يعني ما ينفعش ان احنا نجيب زي ما بنعمل هنا انه العيب بيبطل يشتغل يبقى فدي مش مقبولة غير ان احنا لازم مقبولة ان انت تدي له المساحة دي لكن في نفس الوقت لازم تدي له تايم لاين او تايم لامت انه هو يشتغل على نفسه انه يطور نفسه بالحاجات دي فحاجة مهمة جدا او قطاعات الناشئين ان احنا نبدأ او ان احنا نشتغل عليها بشكل كويس وشكل منظم لان الحاجات دي كلها خلي بالك بقت الزامية على اي نادي ان هو يبقى واخد رخصة نادي محترف يعني لازم يبقى عندك قطاع ناشئين بمواصفات معينة باستوف معين عندك اكاديمية عندك قطاع براعم بعدد لعيبة معين بمدربين بشكل بشكل مؤهل لان هما يتعاملوا مع البراعم عندك اكاديمية خاصة اللي هي بتدر المال او بتخلي عندك بتعزز الموارد المالية لان كل الحاجات دي فيفا بتلزم الاندية ان هي تبقى عندها خلي بالك دايما بقول الولاد الصغيرين وبقول المدربين او بقول المدربين دايما انت المدرب انت الايدول بتاع الولد انت مثل اعلى انت ممكن الولد بيقتنع بكلامك اكتر من بابا ومامته او والده ووالدته فانت لازم تبقى نموذج في كل في كل كلمة بتقولها في كل حركة في كل توجيه في كل سلوب في التزامك في انضباطك فانت لازم تبقى حتى في شكلك يعني انت لازم تبقى حتى بريزانتبال لانه الولد في السن ده بيبقى شايف المدرب بتاعه انه هو هو مثل الاعلى طبعا طب انت فضوء اللي انت بتشوفه مع المدربين في قطاعات الناشئين المختلفة واللي بتشوفه في قطاعات الناشئين نفسها كواليتي اللعيبة الناشئين اللي انت شفتهم الى اي درجة انت متطمن على المستقبل فضوء اللي انت شفته معا او شفته منهم في الفترات اللي فاتت كنا مميزين جدا في حتة الناشئين يعني اللي هي لما كان شوية احنا دخلنا كلمة عدد اللعيبة والاستثمار في مصر دخلناه بشكل تجاري بحث تجاري ومش بالنظام اللي المفروض نمشي عليه فده يمكن اثر على اللعيبة لكن انت عندك ميزة كبيرة جدا انت عندك قاعدة كبيرة جدا من اللعيبة انت عندك عدد عدد لعيبين لو قارنتوا بأي أي بلد من اللي حوالينا زي الامارات او زي السعودية او زي الكويت او زي قطر انت عندك ده بالضبط فانت عندك المساحة انك تقدر تنطقي وتختار لعيبة مؤهلين انهم يمثلوا منتخب مصر ويمثلوا انديتنا فيعني اعتقد تاني او انا كل شوية اتكلم في حتة ان احنا لازم يبقى عندنا نظام لازم يبقى عندنا رولز لازم يبقى عندنا من اول من ايته ذات يعني عشان نبقى ماشيين صح كابتن اسلام لوقت الاسف جري بس بجد نورتنا واستفدنا كمان بخبرتك اكيد المختلفة اسواء هنا متكلم في الادارة او حتى يعني على مستوى اللعب ان شاء الله نتقابل مرة تانية ويا رب نعدي عقبة يوم الاربع على خير بإذن الله لأننا نقدر فيش حاجة برضو مستحيلة والواحد مش حلو ابدا ان هو يقلل من نفسه زي ما بنقول دايما ويمكن الكلمة اللي قالها زميلنا كريم احمد يعني قال لك احترم المنافس لكن ما تخافش منه ودي نقطة اعتقد مهمة جدا ابدا توفيه ان شاء الله للنادي الاهلي ومبسوط اني كنت معاكم نورتنا وان شاء الله ننتخي وللحديث بقية بإذن الله احنا هلتتعفاصل لحضراتكم نرجع عشان نتابع بعمل حضراتكم من الفقرة الفضية المسجلة اللي نورتها فيها الدكتورة دين أبو السؤول خليكم معنا